صباح الخير وصباح البهجة والسعادة يوم جديد من ايام مصر المحروسة يوم حقيقي يقول الشعب فيه كلمات كل اللي بنرجوه منك لو انت لسه ما صوتش اتفضل انزل صوت تصوت بايه؟ دي حريتك الشخصية وده رأيك اللي انت بتشارك بيه في رسم مستقبل مصر نعم مطلوبة ولا ايضا مطلوبة ولا تشد ازر نعم ونعم تؤكد على لا لان في النهاية احنا مع بعض وبنرسم مستقبل لبعض لنا ولولادنا ولأحفادنا المهم منزولك النهاردة ان شاء الله والمؤشرات الاولى هذا الصباح بتؤكد ان المشاركة النهاردة سوف تكون اكثر كسافة اكثر كسافة لان انبالع كان يوم عطلة اجازة الناس عامل حسابها دول تلات ايام تصويت وبالتالي مش بستعجلة ومش مش مقروشة يعني على التصويت عندها وقت ممتد من صبح لحد العصر ومن العصر لحد بالليل تلات ايام مسافة زمنية كافية وبالتالي كل واحد بيختار الوقت اللي نسبه النهاردة يوم عمل في مصر وبالتالي هناك كسافة من الخروج من المواطنين المصريين وبالتالي هناك كسافة في التصويت الكسافة التصويتية هتشوفوها ان شاء الله في المصانع هتشوفوها في المتاجر هتشوفوها في الدووين اللي هي قريبة من المناطق الحكومية لان في النهاية هذه الكتلة 7 مليون موظف دولت دي كتلة مهمة جدا ومرجحة جدا كتلة العمالية ايضا كتلة مهمة ومرجحة جدا 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 بقول لي لان العمال هم عصى بالحالة المصرية العمال في التأدير النهائي 36 مليون ان كل من يعمل باجر منتظم فهو عامل وبالتالي هذا التعبير الواسع بيضم كل قطعات تقريبا سواء رجال او نساء شباب او شيوخ يعني في النهاية احنا عندنا حالة صوتية النهاردة ان شاء الله يكون افضل كلنا بطلبه منك سيادتك تفضل صوت ما تنتظرش البكرة صوت النهاردة وسيب غيرك لبكرة ربما غيرك ده ظروفة ما سمحتش غير بكرة لكن لما ظروفك تسمح اتفضل صوت وقالكش صوت بايه ومش من حق افرض عليك التصويت بايه بالعكس بقالك اتفضل روح وقف قدام لجنتك وقل كلمتك كلمتك دي مهمة جدا في رسم مستقبل مصر يعني انا اولا دعوني ارحب بصديقين عزيزين